شفنا لك حلقات في برنامج أجرى الكلام بتناقش موضوعات من جوة صلب المجتمع المصري موضوعات لها علاقة بعادات وبتقاليد مختلفة تماما عن العادات اللي ترب عليها أو كبر عليها أو بتشكل شخصية تاني خليفة زي الجنس خارج الزواج زي الطار زي زينة المحارم في العشوائيات ممارسة الدعارة في ناس كتير اتضايقت ومزالت متضايقة ومتضررة من أنه إعلامي غير مصري بيتكلم في حاجات من صلب المجتمع المصري حاجات بتمس صلب المجتمع المصري سؤال إيه السؤال السؤال عايز أعرف أنت بتقدم ده ليه بتقرب من ده ليه بتتكلم في صلب المجتمع أنت مش واحد منه من قال كده أنا مش واحد منه أنت مش مصري أنا مصري توني خليفة إعلامي لبناني أنا مصري لأ أنت حاولت تاخد جنسية مصري أنا مصري أكتر من كتير ناس مصريين أنا مصري مصري بحبك لمصري طبعا نقدر نفهم ده جدا وناس كتير جدا بتحب مصري من قلبها لا ده مش كافي أنك تدخل في صلب المجتمع المصري أنك تتكلم في حاجات بتخص سعادات إحنا عندنا حاجات زي ما بنقول كده بالبلد إيه ثانيا أقولك بس بالمصري هقولك بالمصري عندنا حاجات يطير فيها رقاب طيب أنا بتكلم أنا لما كنت بدافع عن مصر وخايف على مصر كانت رقابتي كانت ولا تزال ممكن كانت تطير في أي لحظة ولا حاجة خلتني أفكر أنه لازم أوقف دام ده ده كان حب المصر المزعين للمصريين في القنوات العالمية والعربية لما يتكلموا في شؤون دول عربية تانية حدا بيقوله أنت مصري بتتكلم في الشؤون العربية ليه؟ لا لأنه دي سياسة دولية أولا هي قناة عربية وإذا حتى القنوات الغير عربية في النهاية دي سياسة دولية طيب لكن اللي بنتكلم عنه في ناس بتزعل إذا مخرج مصري طلع ده في فيلم مصري يا ست مونة الشعب اللبناني طب بيقبل أنه ييجي أعلامي مصري طبعا يتدخل عمر أديب تحديدا قال على الهوى أنه الرئيس اللبناني تكلم عن الرئيس الرئيس اللبناني ده هو مجرد ساعي بريد عند السوريين بس هو محدش رد عليه أصلا في بيرون التفطرق للأمور السياسية يختلف تماما عن العادات طيب أنا بتكلم عن العادات لأنه العادات يبتلبس البسطاء ولما كمان تكلموا أنه عن البنات اللبنانيين هما بنات مش عارف إيه لا ده حاجة تانية طيب ده حاجة تانية أكيد أنا ضدها وأكيد أي حد مش ضد ضدها إذا كان فيه كده مش غلط نتكلم عن كده إذا فيه كده مش غلط تتكلم عن كده يعني تاني خليفة بيقبل أنه يروح إعلامي مصري على لبنان يقدم برنامج من هناك يبتدي يتكلم مثلا عن ممارسة الدعارة عن الجنس خارج الزوج هي نفس الموضوعات وفاء الكلاني هي إيه؟ هي نفس الموضوعات وفاء الكلاني جنسية مصرية أيوة بس هي بتقدمش برنامج ضد التيار لا هي بتقدم عملت إيه؟ بتجيب مين؟ ضيوفها مين كانوا؟ ضيوفها بس المواضيع كانت إيه؟ ضيوفها كانوا مين؟ ما كان فيه مواضيع كلها مش عن لبنان تحديدا عن كل شيء لما كان معها لبنان أنا النهاردة إعلامي عربي أنا لني مصري في الإعلام ولني لبناني ولني أي جنسية عربية تاني أنا إعلامي عربي ككل وأعتقد لما نتكلم عن المواضيع دي نتكلم من حبنا ومن خوفنا ومن أنه لازم نحط الإصبع على الجرح إذا كان فيه قفات معينة في مجتمعاتنا نقدر نصلح فيها طيب أنت شايف رد فعل الناس في الشارع على حلقات والموضوعات دي زي؟ شايفوا زي؟ طبعاً مبسوطين؟ مش مهم يكونوا مبسوطين لقين حد يتكلم في لسانهم لقين حد إذا عندهم مشكلة بيتصلوا إنه عندي المشكلة دي ساعدوني في إني أوصل صوتي أوصل محدش بيرد علي دي مهمة بلغت أو بمعنى أصحي سلمت للأمن اتنين من الملحدين اللي كانوا ضيوفك في البرنامج أنا خرجوا من الحلقة تسلموا للأمن أنا سلمتوا ده تقبض عليهم كده بعد الحلقة تقبض عليهم؟ أه أنا عرفت إنه داها محتة في بيتواجدوا فيها في وسط البلد بعد الحلقة دي طلعوا الضيوف اتقفلت القهوة اتهجمت وتقفلت وتقبض على واحد منهم وتحرقت عربية رئيس تحرير برنامجك دا تزامن ولكن مش أنا اللي بقول هم ما حرقوا ولا ما حرقوش مين اللي حرق؟ الشرطة أنا معرفش مش شغلتي صاح؟ مش أنا اللي أقول أنا اللي أكيد منه إنه احترقت السيارة بس مين حرقها أنا معرفش احترقت وانفجرت لا حرام توني بتسلم ضيوفك للأمن؟ أنا بسلم ضيوفي للأمن أصلا معرفش ضيوفي أنا بعرفهم بتعرف عليهم على البلاتوهات وأسلمهم إزاي؟ إذا في حد مسلمهم تشوفي بركي اللي يجايبهم لا لا طبعا بس دي مش أول مرة أحمد أبو بركة طلع من عندك اتقبض علي